الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه نسأله المزيد من فضله ونسأله جل وعلا رفع أنواع الأوبئة والأمراض عن الخلق أجمعين وأصلي وأسلم على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذه دروس نتدارسها في الحرم الشريف في عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان أسأل الله جل وعلا أن يجعله سبب خير علينا وعلى الناس أجمعين كما أسأله جل وعلا أن يعين الجميع فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات وأن يتقبل من العباد أعمالهم الصالحة وأن يرزقهم الصوم والقيام والقيام إيمانا واحتسابا كما أسأله جل وعلا أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا بفضله وإحسانه وبعد هذا درس من دروسنا في سنن الإمام أبي داود وقد منى الله جل وعلا بدراسته في سنوات ماضيات ولم يبقى معنا من هذا الكتاب سنن إبي داود إلا كتاب الأدب من هذه السنن وهذا الباب الذي يعقد في كتب السنة النبوية يُعنى فيه بالأخلاق الفاضلات ويُعنى فيه بما جاءت به الشريعة من الأمر بسلوكيات معينة في عدد من أجزاء الحياة والأدب يراد به ما يكون محمودا عند الناس مثنا عليه عندهم ولذا سمي الشعر أدب لما فيه من أشعار يُثنى بها على الآخرين ولأن الثناء من أشهر أنواع المقاصد في الشعر وقيل لأن الشعر يُمدح ويُثنى عليه ولذا سمي بهذا وقيل لأن كثيرا من الأشعار اجتملت على الآداب التي تكون سببا في صلاح سلوكيات الناس وأفعالهم وقد جاءت الشريعة بالترغيب في العديد من الأخلاق الفاضلة والآداب الطيبة من أجل أن تصلح أحوال الناس وهنا أنبه على ثلاثة أمور أولها أن هذه الشريعة شريعة كاملة لم تترك شيئا من أحوال الناس إلا وقد جاءت بتنظيمه وببيان ما يكون مصلحا لأحوال الناس والثاني أنه ينبغي عند ممارسة الآداب الواردة في الشريعة أن يقصد الإنسان بذلك أن يرضي الله جل وعلا وأن يحصل على أجل الآخرة فليس التزامه للأخلاق والآداب على جهة المقابلة والموجازات وليس التزامه بالأخلاق والآداب من أجل أن يثنى عليه وأن يمدحه الآخرون وليس التزامه بهذه الآداب من أجل أن يتعامل الناس معه بما يعود عليه بالفوائد الدنيوية وإنما مراد الإنسان بهذه الآداب حينما يلتزمها أن يرضي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى والأمر الثالث الذي أؤكد عليه في هذا الباب أن الشريعة التي جاءت بتعليم هذه الآداب في غالب أحكامها أن تكون معقولة المعنى قد عرف وجه المناسبة بين تلك الآداب وبين ما يتحقق بها من المصالح ولكن في مرات قد يخفى وجه المصلحة على بعض الناس ومرة قد يطعنون في تلك الآداب لأنها لم تلقى فهما صحيحا في عقولهم ومرة قد يشككون فيها أو قد لا يلتزمونها ولذلك ينبغي أن يكون الدافع لنا لالتزام هذه الآداب أنها قد وردت في الشرع المبارك وحينئذ نلتزمها طاعة لله ورغبة في رضاه وأملا في رفعة الدرجة عنده وسواء عقلنا المعنى أو لم نعقله ونحن نجزم يقينا بأنه ما من أمر في الشريعة إلا وشرعنا المطهر قد ورد فيه بأحسن الآداب وأفضلها وأما الأمر الآخر الذي أشير إليه فهو أن هذا الباب وهو باب الأدب يماثل بقية الأبواب فيما يتعلق بطرائق الاستنباط منه وحينئذ نعلم خطأ أولئك الذين يقولون بأن الأوامر في باب الآداب لا تحمل على الوجوب وذلك لأن الأوامر أو لأن التوجيهات الشرعية التي جاءت بحمل الأوامر على الوجوب كما تشمل الأحكام تشمل الآداب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنها أو يصيبهم عذاب أليم شامل لجميع الأبواب ثم ما المفرق بينما كان حكما وما كان أدبا فقد يأتي من يقول بأن قوله تعالى وأقيم الصلاة إنما هو أدب مع الله وبالتالي يقعد له من القواعد ما يتنافى مع ما هو مجمع عليه من وجوب الصلاة فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يتعلم هذه الآداب الواردة في الشرع المطهر وقد أورد المؤلف في هذا الباب في هذا الكتاب عددا من الأبواب التي فيها أخلاق فاضلة فكان أول ذلك باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ حسن الخلق باب في الحلم وحسن الخلق وحسن الهدي وقوله في الحلم المراد به تأني الإنسان وتفكره فيما يريد أن يقدم عليه من الأفعال بحيث لا يكون مستعجلاً في اتخاذ قراراته وأما الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أنه على أفضل الأخلاق وأحسنها كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وكما قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك وحينئذ نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وقد أمرنا بالاقتداء به كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وكما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وربط الله جل وعلا محبته للعبد باتباع هذا النبي الكريم كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد أورد المؤلف في هذا الباب عدداً من الأحاديث قال المؤلف رحمه الله حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا عمر بن يونس قال أخبرنا عكرمة يعني ابن عمار حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله ابن أبي طلحة قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقاً فأرسلني يوماً لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أونيس اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم وفيه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم تسع سنين بدون شك من الراوي وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد والأحكام فقوله قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا قوله من هنا للبيان وليست للتسوية بينه وبين غيره في هذا الباب والمراد بهذا أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم تمدح عند الناس ويعرف حسنها وما فيها من الفضيلة قوله فأرسلني يوماً لحاجة أي بعثني من أجل قضاء حاجة من الحوائج وفيه جواز إرسال الإنسان لأبناءه ومن يكون بمثابتهم في حوائجه قال فقلت والله لا أذهب في هذا اللفظ ظاهره أن أنساً قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولكن الذي يظهر أنه قد قاله في نفسه ولم يقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم بأن هذا اللفظ أو ذكر اليمين في هذا اللفظ على جهة التأكيد وليس على جهة الحلف بالله وبالتالي كان هذا اللفظ أو كان هذا في نفسي أنس رضي الله عنه قال وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني أنني سأمتثل أمره وسأسير على وفق ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق في هذا جواز لعب الأطفال في السوق إذا لم يكن هناك أذية ولا مضرة بمن يمر في الأسواق وفي قوله هنا حتى أمر أي خرجت فمررت بالصبيان قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابض بقفاء القفاء مؤخرة العنق من ورائي قال فنظرت إليه أي أنه قلب نظره ليرى النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أونيس فيه تصغير الأسماء المنادات قال يا أونيس اذهب حيث أمرتك وقد ورد في رواية مسلم أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله أي سأذهب فيما يأتي من الوقت قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين كما تقدم أنها في صحيح مسلم تسع سنين بدون شك ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوضه فيما يأمره به ولا يلومه ولا يوبخه على طريقة امتثاله للأمر ولا لشيء يعني ولا يقول لي لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون عليه ما قال لي فيها أف قط وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا هذا الحديث قد أخرجه الإمام أبو داود في إسناد جيد صحيح قوله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم أي كنت في حاجته وفي امتث أمره وقوله عشر سنين جبر السنة فهو قد خدمه تسع سنين وأشهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشر سنين وقد فات بعض الأشهر من السنة الأولى من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم في الرواية الأولى حسبت السنوات التسع في الرواية الثانية جبر النقص الحاصل في السنة العاشرة واعتبرها سنة كاملة وقوله هنا وأنا غلام لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس رضي الله عنه عشر سنين وبقي معه هذه المدة وقوله ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي يعني لست قائما بجميع الأفعال على وفق ما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بأن الرواية ليس كل مرئ كما يشتهي صاحبي أي ليس كل خدمة من خدمات التي خدمت بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يشتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا تسمية كبير السن بالصاحبي لأنه قد صاحبه وبقي معه وقوله كما أن يكون عليه كما قال لي أف قط أي أنه لم يقم بتأنيبه ولا توبيخه على أي فعل فعله والأف الكلمة التي تدل على عدم القبول للفعل وقوله وما قال لي لما فعلت هذا أم ألا فعلت هذا أم يعني على جهة التنويع ثم أورد المؤلف حديثا ثالثا في هذا الباب فقال حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا أبو عامر أخبرنا محمد بن هلال أنه سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد وفي لفظ المجلس يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما فقمنا حين أو حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته قال أبو هريرة وكان رداء خشنا فالتفت فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري وفي لفظ احملني على بعيري على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا أحملك أو في لفظ لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدك ها فذكر الحديث قال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا ثم التفت إلينا ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله هذا الحديث قد أخرجه أبو داود وأخرجه النساء وهو من رواية محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة وقد سئل الإمام أحمد عن محمد بن هلال فقال ثقة وقال ولما سئل عن أبيه قال لا أعرفه وسئل أبو حاتم الرازي عن محمد بن هلال فقال صالح وأبوه ليس بالمشهور ولذلك فهذا الخبر فيه هذه الجهالة وقوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد فيه جلوس صاحب المكانة والمقام وصاحب العلم مع الناس وقوله فإذا قام قمنا وذلك لأن المجلس قد انفض وليس المراد أنهم كانوا يقومون من أجل قيامه قال حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه لأنهم كانوا ينتظرونه لاحتمال أن يكون له حاجة يريدها من بعضهم أو لاحتمال أن يرجع إلى المجلس ولذلك كانوا ينتظرونه حتى يدخل بعض بيوت أزواجه قال فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه أي أن الأعرابي قد لحق النبي صلى الله عليه وسلم فجاب ذه بردائه أي سحبه سحبا شديدا والرداء ما يلبس لأعلى البدن قال فحمر رقبته أي أن لون الرقبة قد أصبح لون أحمر وذلك من شدة جبذة ذلك الأعرابي قال أبو هريرة وكان رداء خشنا يعني الثوب الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان رداء خشنا قال فالتفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري هذين يعني أعطني من الحاجيات ما أحمله وأجعله على ظهر هذين البعيرين لأعود به إلى أهلي قال الأعرابي فإنك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل لي يعني ما وضعته من طعام على بعيري ليس من مالك ولا من مال أبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله يحتمل أن يكون المراد لا يعني ليس هذا الذي سأضعه على بعيريك لا من مالي ولا من مال أبي ويحتمل أنه قال لا أحمل لك والاحتمال الأول أقرب بدلالة الاستغفار بعده ولذا قال وأستغفر الله يعني أستغفره من أن أنسب نعمه إلي أو إلى أبي وإنما هي نعم رب العزة والجلال نعم رب العزة والجلال ثم قال لا أحملك حتى تقيدني أي أنني أنك قد أخطأت علي بما فعلته معي ولذلك أولا سأقتص منك وسأفعل بك كما فعلت بي لحتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها يعني أن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لن أمكنك من أن تفعل بي فعلا يماثل فعلي بك بحيث تجذب رداء حتى تحمر رقبتي وذلك لعل الأعرابي عرف كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما يتخلق به من العفو ولذا قال هذه الكلمة وفي قال فذكر الحديث يعني أنه ذكر ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك وقد ذكر أن ساي تتم لهذا الحديث قال فلما سمعت قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له قال ثم دعا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من رجل أن يحمل على بعيري هذا الأعرابي فقال ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وما اتصف به من صفات العفو والحلم لم يبادر إليه أن يفعل به كما فعل هو بفعله وإنما كان منه التأني والحلم صلى الله عليه وسلم ثم اذتفت إلينا يعني إلى أبي هريرة ومن معه من الصحابة فقال انصرفوا على بركة الله أراد منهم أن يشاهدوا بقية هذه القصة حتى يكون ذلك درسا تعليميا لهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين فما نسأله جل وعلا أن يرفع الوباء عن الخلق أجمعين اللهم يا حي يا قيوم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر